فتيجي تقود فكرة بقى لازم ابني ما يغلطش ما بقى ربنا متربس بي عشان لو غلطت بقى حاسبني ما لا حاسبني على حكات أولادي يبقى ابني ما ينفعش يغلط ليه؟ ما ربنا متربس حشاه وتعالى عن ذلك علوم كبير والله الكلمة دي بتأذيني جدا بس أنا أول ما قلتها من سنوات طويلة كنت موجوع بلي بعملوا التداين الكمي في قلوب الناس فتخلي الأولاد يصدوا عن سبيل الله لما يعلموهم بالقسوة من ربنا وقف لك على الوحدة يبقى أنا لازم أقف لك على الوحدة يبقى أنا لازم أشد عليك عشان أنت فيجبروا أولادهم على الطعات والرعب والفزع فالأولاد اللي يحصل يحسوا أنهم بيتعاملوا مع إله بيتربس لهم وبيتربس لأهلهم فأي غلطة عتكون مصرها إن أنا ضعت خلاص فيفضل مرعوب من الله رقم أربعة الأخطاء اللي بيقع فيها الأبابة لما يتبنوا فكرة أنهم أنهم هيتحسبوا عن كل اللي بيعملوا أولاده إيه هي؟ يفضل يقارن ما بينه وبين أولاده لغاية ما الولد يستبيع وعشان كده الأباء بيدوروا على إيه؟ على طريقة تخلي أولادهم ملتزمين بمنفهمهم أمهم فيستخدمهم مقارنة ويظن أن المقارنة ديت هتعمل إيه؟ هتدفع أولادهم أنهم يلتزموا بقوا ناس كويسين أنا ما بقولش أني طلب وحرصنا على أن أولادنا يعبدوا ده حق غلط لكن بقول أن فيه طريقة غلط في التعامل مع ده فيحسسوا أولادهم بقى أن إيه اللي حصل؟ لازم يكونوا حرصين بمناسبة طريقة المقارنة دي سواء ما بين الكبار أو بين الصغار أفسد طريقة ممكن تعلم بيها حد أو تحسن بيها حد اللي طريقة المقارنة دي طريقة المقارنة في العبيدات والمعاملات مع الله طريقة طريقة بقى إيه؟ شوف ابن عمك متدين وإزاي وبيحافظه على الصلاة في الجامع مش زيك؟ يا أخي استحى على دمك ما بتكسبش على نفسك لما تشوف ابن عمك وهو كده راجئ وإنت مش مكسوفة من نفسك وإنت شايفة بنت عمتك لابسة الحجاب ومش زيك كده آه على فكرة احنا عارفين الحجاب فرد بس كمان فيه واجب علينا وفرض علينا إن احنا ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمقارنة مش حكمة ومش موعظة حسنة طريقة المقارنة خاصة في العبادات أنا معرفش إزاي أنت عايز واحد يدخل في العبادة وعينه على ابن عمته وعينه على بنت عمتها وعينه على ابن عمه إزاي عايزه يعبد ربنا وهو عينه على حد تاني الأولاد بيحسوا إنهم وحشين ومقصرين ويحسوا إنهم مش مقبولين وحتى معمهم عمل ومتحسن بيحس إن اللي مقبول ابن عمه بتحس إن اللي مقبولة بنت عمتها مش هي فيعملوا إيه؟ بما إن أنا مش مقبول مش مقبول فيستابع واحد يقولك ما إحنا إحنا الأهالي بنحس إن إحنا عايزين نقارن لإن ورد في القرآن قصص في القرآن عن الأمم السابقة وكلام عن المشركين وكلام عن المؤمنين وكلام عن أهل الجنة فإحنا بنقارن ده لا 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 القصص دي بيحشان نخرج منها بالعبرة والمعايير مش إن إحنا نقارن نفسنا بالكفار ولكن نقارن نفسنا بإيه؟ نطلع معايير من هذه القصص فيبع عندنا سنن وعندنا قيم وعندنا حكمة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة مركزية ندخل بيها على الحياة ونعيش بيها مع أولادنا وهي قيمة الرعاية لما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيتي الرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيتي زوجيه وهي مسؤلت عن رعياته يبقى قيمة الرعاية عارفين قيمة الرعاية يعني ايه؟ قيمة الرعاية يعني اربع حاجات الرعاية يعني ايه؟ حرص يعني الرعاية يعني تركيز الرعاية يعني إتاحة الرعاية يعني أتحلو الرعاية يعني مسندة الرعاية يعني تأمين هي ده معنى الرعاية فقيمة الرعاية مع أولادنا لما نعيش بيها مع أولادنا بتساعدهم انهم يختاروا طريق النور وتساعدهم انهم يحبوا ربنا ما هو فيه مساندة فيه حد حريص ومركز معاه مركز معاه مش إيه مش موافل على الواحد مركز يعني إذا هو يحتاج يلاقيه مش إنه هو لما يحتاجه يفضل يقومه ويصحصحه لا هو مصحصح الراعي مصحصح مصحصح إيه عشان اللي بيرعاه ما يضعش بس مش معنى كده إنه هو مصحصح إنه هو يخنق اللي بيرعاه دخيل واحد بيرعى حد فما هو اتوق من كتر الرعاية بنعمل كده مع أولادنا بنخرقهم طيبهم عايزين تنفسه لا الرعاية إنه أنت تسنده الرعاية إنه أنت إيه تأمنه الرعاية إنه أنت تحن عليه هي دي الرعاية فلما تساعدهم يحبوا ربنا ويعيشوا بالأخلاق يحسوا إن الأخلاق سهلة يحسوا إن الأخلاق سهلة لما أنا عندي أولد بيساعدني وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده ففيه خمسية للرعاية الأخلاقية والدينية ممكن نعيشها مع أولادنا وده اللي تعتبر الإجراءات اللي عن حاول نجربها مع بعض في حلقتنا النهار ده ترجمة نانسي قنقر